وكان من الواضح بأن هناك دعم لا محدود من قبل قطر قطر أقامت جسرا جويا نقلت كثير من المساعدات الإغاثية لصالح المنكوبين رأينا الهلال الأحمر القطري يتواجد في المناطق المنكوبة عمال الإنقاذ وفرق الإنقاذ التي أتت من قطر وعمان تمكنت من انتشال العشرات من أسوأ الإنقاذ ولاقت تحية كبيرة من قبل الشعب التركي وتم ترويج هذه الصور في الإعلام العربي والتركي وهناك بالفعل الشكر من قبل الشعب التركي للقطري إذن قطر تقول بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل إنها تعلن عن أنها ستشارك في إعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة والتي تعهد أردغان بالقيام بهذا الأمر وتحقيق هذا الهدف في غضون عام إذن المأساة كبيرة ولكن هناك نوع من أنواع التضامن يشرف حقيقة العرب ويسعد الأتراك ويعيد لنا اللحمة الحقيقية الحالة الجميلة التي نتمناها دائما من أن تتواجد بين كل دول العالم الإسلامي نشهدها تحدث بين القطريين والأتراك وهو أمر بالفعل يبنى عليه بإذن الرحمن في الأيام المقبلة لصالح شعوب العالم الإسلامي هكذا نتمنى دائما وأبدا أن تكون حكومات الدول الإسلامية تعمل لصالح مصاحة هذه الشعوب ترجمة نانسي قنقر